على كل حال فيه مطشين كمان بعد كده لطبعاً لحيكونوا الساعة تسعة هتكون زي ما بيتقال برض نارية بمعنى الكلمة مجموعة المفاجآت ذا اللي أطلق عليها في المونديال لأن كل فرقة فيها عندها فرصة بقى للتأهل عندك الأرجنتين هتلعب مع بولندا ويعني ما فيش بديل هنا عن الفوز أو التعادل بقى مع انتظار طبعاً نتيجة كمان مطش السعودية و المكسيك يعني هنشوف فيه تنافسية فيه قوة هتبقى على الأرض أما كولاندا بقى يكفيها زي ما حضراتكم برضو عارفين التعادل عشان توصل للنقطة الخامسة في حالة الخسارة يعني هتشوف بقى نتيجة مطش السعودية يعني عارف الموضوع ليه حسابات في الفترة دي يعني نروح بقى للسعودية وده المنتخب أكيد اللي همنا هنا يعني منتخب السعودي حيقابل المكسيك ومحتاج لازم لازم يفوز عشان يعني خلاص بقى يبعد عن كل الحسابات اللي هي المعقدة اللي احنا كنا نتكلم عنها دي بتاعت بقى تساوي النقطة وعدد الأهداف قواعد اللعب النظيف والحاجات الدوشة دي زي ما بتقال احنا طبعا عارفين ان بولاندا برضو متصدرة بأربع نقاط الأرجنتين وعد كياس السعودية متساويين بثلاثة نقاط كل التوفيق ان شاء الله هتبقى مباريات النهاردة على الفكرة وكل يوم بصراح المباريات بتبقى حلوة بس الحلوة بتزيد بس مرح برضو المتشات كتحلوة طبعا